مساء الخير، نهار اليوم كانت الأجواء مستقرة وباردة وصلت درجة الحرارة في العاصمة عمان لتسع درجات مئوية لنعرف تفاصيل أكتر عن الحالة الجوية خلال الـ 24 ساعة القادمة رح ينضم إلينا من موقع طقس العرب المستشار الجوي جمال الموسى مساء الخير أستاذ أسامة جمال، مساء الخير لحضرتك ومساء الخير لجميع المشاهدين والمستمعين الحالة الجوية المتوقعة نحن الآن في مقدمة المنخفض الجوي اللي يقترب تدريجياً باتجاه المنطقة هذه الغيوم الكثيفة الآن فوق تركيا وجزيرة قبرص وتتجه مع حركة هذا المنخفض الجوي إلى الشرق هذه الغيوم أيضاً مصاحبة لهذا المنخفض الجوي الذي تصاحب كتل هوائي باردة من أصل قطبي وبالتالي فالأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة هذه الليلة الأجواء باردة أيضاً ما بين صافية إلى غائمة جزئياً الحرارة الصغرى حوالي 3 درجات مئوي لكن الملموسة حوالي درجة تحت الصفر والأجواء بشكل عام باردة جداً ومع اقتراب المنخفض الجوي بنلاحظ أنه كميات وأماكن تساقط الأمطار لأن هذا المنخفض الجوي المصحوب بكتلة هوائية باردة وقطبية سيبدأ تأثيره على المملكة بعد الساعة التاسعة والعاشرة صباح يوم غد الأربعاء يبدأ بالمناطق الشمالية لكن التأثير يزداد ويشتد بعد الظهر يشتد بعض العصر ويشتد في المساء والليل إذن الاشتداد وقوة الهطول ستشتد تدريجياً فبنلاحظ كميات الأمطار وأماكن تساقط الثلوج بنلاحظ أن الأمطار ستبدأ في المناطق الشمالية ثم تنتشر إلى بقية المناطق وبنلاحظ أيضاً اللون الأخضر الفاتح شوي كون كمية الأمطار تتراوح ما بين 1 إلى 10 مليمتر الأخضر الغامق ما بين 10 إلى 30 مليمتر الأحمر ما بين 30 إلى 50 مليمتر في المناطق الشمالية وأيضاً الجنوبية البنفسج بين 70 إلى 150 مليمتر وهذا ستشهد السواحل الفلسطينية هطول شديد وغزير من الأمطار الأمطار قد تكون مصحوبة بالعواصف الرعدية والبرق والبرد أيضاً المناطق الشمالية من المملكة وبعض المناطق الجنوبية والوسطى أيضاً مع بداية دخول الجبهة في ساعات الظهر وما بعد الظهر ستشهد عواصف رعدية وزخات غزيرة من الأمطار اللون الأبيض هو أماكن تساقط الثلوج فبنلاحظ الثلوج ستشمل اعتباراً من ظهر يوم الأربعاء ومساء الأربعاء وليلة الأربعاء على الخميس ويوم الخميس وحتى الجمعة تشمل معظم مناطق المرتفعات الجبلية في الأردن وأيضاً معظم المناطق الجبلية في فلسطين ولبنان وسوريا وعموم المنطقة تقريباً كل المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 800 متر عن مستوى سطح البحر وأيضاً أحياناً خاصة في فترة ما بين الساعة العاشرة وحتى صباح يوم الخميس تكون الثلوج تسقط على المرتفعات التي يزيد ارتفاعها عن 700 متر عن مستوى سطح البحر وتشمل معظم مرتفعات العاصم عمان وأيضاً تشمل مرتفعات القدس بإذن الله هذه إذن هي كمية الأمطار والهطولات وبنلاحظ أنه كيف تبدأ الأمطار ستبدأ الأمطار نتيجة تأثر المملكة بهذا المنخفض الجوي بالاقتراب أول شيء تبدأ في المناطق الشمالية ثم تمتد تدريجياً بعد عصر يوم الأربعاء ومساء يوم الأربعاء لتشمل معظم المناطق تقريباً الأجواء بتكون باردة يوم الأربعاء بشكل عام الحرارة العظمى بحدود أربع درجات والأجواء باردة وغائمة وماطرة في معظم مناطق المملكة وتتساقط الثلوج على المرتفعات الجبلية في البداية وقت الظهر وما بعد الظهر بتكون على المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاع عن ألف متر عن مستوى سطح البحر لكن بعد العصر والمساء وبالليل بتكون على المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاع عن 800 متر عن مستوى سطح البحر وفي منتصف الليل بتنزل حوالي 700 متر عن مستوى سطح البحر وتكون غزيرة أحيانا هذه إذن هي الهطول أجواء ماطرة بامتياز وسقوط ثلوج أيضا بكميات كبيرة في معظم مناطق المملكة وبتستمر حتى يوم الجمعة لكن مساء يوم الجمعة ينحصر الهطول تقريبا في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة كيف نتوقع توقعات الطقس لفترات بالتفاصيل يوم الأربعاء يوم غدا الأربعاء أربعاء صباحا بتكون الأجواء باردة جدا الحرارة الصغرى اللي هي تسجل بعيدة شروق الشمس بتكون بحدود درجتين إلى ثلاثة لكن ظهرا تصبح الأجواء غائمة مع ساعات ما بعد الساعة العاشرة والحادي عشرة تزداد الغيوم تتكاثر تتكاثف أيضا تزداد سرعة الرياح بشكل واضح تنخفض درجات الحرارة تصبح الأجواء غائمة وبتكون العظمة ظهرا بحدود أربع خمس درجات مئوية ذاك العصر يحدث أو يبدأ الانخفاض الواضح على درجات الحرارة تكون الأجواء غائمة لبن غائمة مع زخات من الثلوج على المرتفعات اللي بتزيد تقريبا عن ألف متر عن مستوى سطح البحر وفي المساء أيضا تتساقط الثلوج على المرتفعات التي تزيد عن 800 متر عن مستوى سطح البحر والحرارة بتكون بحدود 2 درجة مئوية لكن بالليل وهي ذروة الحالة الجوية ذروة وقوة النشاط الجوي والهطولات وشدة الرياح والانخفاض الكبير في البرودة راح يكون ليلة الأربعة على الخميس وبالتالي ليلا بتكون الأجواء غائمة باردة الحرارة بحدود 0 مئوي درجة التجمد وثلوج غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية على ارتفاع يزيد عن 700 متر عن مستوى سطح البحر ذا أيضا التوقعات يوم الخميس الخميس أيضا يستمر تساقط الثلوج في فترة الصباح والظهر على المرتفعات التي يزيد ارتفاعها عن 700 متر عن مستوى سطح البحر والحرارة بتكون بحدود 2 درجة مئوية أجواء باردة قريبة من الصفر المئوي لكن عصرا أيضا تتساقط الثلوج على ارتفاع 1000 متر عن مستوى سطح البحر فأكثر وبقي المناطق الأقل بتكون أمطار ممزوجة بالثلوج ومساء يوم الخميس بتكون أمطار مخلوطة بالثلوج الحرارة بتكون 4 لكن ليلا أيضا أمطار مخلوطة بالثلوج ودرجة الحرارة بتكون بحدود 0 درج مئوي وأيضا الهطولات بتكون الثلجية على المستوى 1000 متر فما فوق لكن الأقل بتكون أمطار ممزوجة مع ثلوج تقريبا التوصيات لهذه الحالة الجوية أول شيء الانتباه من خطر تراكم الثلوج في مناطق مختلفة من المملكة وأيضا من الانخفاض الكبير في درجات الحرارة نرجو من الجميع لأنه فيه ثلوج ودرجات حرارة متدنية قريبة من الصفر المئوي إذا يحدث الإنجيمات نرجو من الجميع لف معظم الأنابيب وعند ساعات المياه بقطع من الأقمشة أو الخيش حتى تعمل عازل وبالتالي لا تتجمد المياه في هذه الأنابيب وأيضا بالنسبة للسيارات اللي مانع التجمد أو الأنتفريز يتفقدوا سياراتهم بوضع أنتفريز في السيارات وأيضا انتباه من خطر شدة سرعة الرياح لأن سرعة الرياح قد تصل ما بين 50 إلى 70 كم في الساعة تثبيت المقتنيات الخارجية من التطاير وأيضا من تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة كثافة الهطول والضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض لأنه لما تكون الهطول شديد وخاص الثلوج يتدنى مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 50 متر وبالتالي تكون تقريبا الرؤية شبه معدومة فنرجو من الجميع أخذ الحيطة والحضر بالإضافة إلى ذلك نرجو من الجميع الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى هذه الأحوال الجوية المتوقعة أخ نجود أي أسئلة أنا جاهز أستاذ جمال الموسى شكرا لإلك